السلام عليكم بعد نهاية مباراة درب العاصمة اللي جمعت النادي الفريقي بالتراجر ياضي واللي انتهيت بالتراجر ياضي هدفين لهدف الى يومنا هذا عند قد اشتثيام لحكاية يا ربع ايام الى يومنا هذا والمخلفات المقابلة يحكيوا فيها الى يومنا هذا وبعد الخطايا اللي اتسلطت على النادي الافريقي مسؤولي النادي الافريقي او حباء النادي الافريقي نحكي لهنا ما نشعى جمهور يقول احباء نحكي على المتوجدين في البلاتوات ابرزهما المحامية كامال بن خليل كيف كيف اليوم في اكسبرس اف اما النطق الرسمي اللي مزال متعينش للنادي الافريقي كيف كيف اليوم كان موجود في الستوديو وحكيوا على الموضوع هذا شنو انتو ما توا تحبوا تدافعوا على النادي الافريقي ما هو هذا اللي يفهمينه يا اخي النادي الافريقي مثال هو التظلم مع الحكام وانتو ما تحبوا تدافوا عليه وتعاودوا المقابلة والثلاثة نقاط اللي اخذهم الترجل يادي بشي اخوهم النادي الافريقي يندرى هال 100 مليون اللي تسلطت على النادي الافريقي او 95 بالأحرى 95 مليون و 10 ملايين رمي يا مقذوفات نحكيوه على 105 ملايين انتو ما بدفاعكم على خاطر تقولوا قاعدين ندافوا عالنادي الافريقي بدفاعكم على النادي الافريقي بش نحيهم والله لو كانت نحيوها المئة وخمسة ملايين ونقول بصراحة برافو عليكم دفعتوا على حق النادي الأفريقي ولو أنه نعود ونقولها خاطر بعض في التعليقات ثم اللي قال يا بياري ما تشجعش تستحق النادي الأفريقي أنا راني ما قلت حتى شيء اللي قلته إنه 95 مليون هذي ما هيش القيمة لكراسي ريت كان قلت مئة مليون هذي عقوبة على الشغب ومئة مليون متعردع نمشي معاك حط حطة 200 و 300 مليون كان عندهم متوي خلص أما تقول لي أنت مئة مليون خلاص لكراسي كراسي بتاعش نوى صاحبي 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 الغول كراسي بتاعش نوى كراسي تهزهم تلموا مادوك وتنحيهم بشوية ويجيبالهم ماك التورنيفيز وتبدا تنحي فيهم بشوية بشوية وتهزهم من سوق العصر والله اللي تكلفتوه مئة مليون لا يسواها ثلاثة ملايك تعش نوى ثلاثة مليون يزومك البربشة يمشي ويبيعهم بالكيلو بالكيلو شوفوا من قدش يسواه من عرش قدش يطلعوا سبعة مئة وثمانين ألف سبعة مئة وتسعين ألف تكلفوا فيها في مئة مليون الواه يعني تحبوا تصلحوا ورادس بالنادي لفريقتي هو قدش هو سبعة وشين ألف بتسكرة من إشعاره فينا الجمهور كان موجود كان سبعة وشين ألف من غير الاشتراكات يعني نحكيه عن مئة واربعين مليون كانت تكيب عشرين ألف خمسة واربعين مليون نحي منها من 40 مليون متع الكريستاد نحي منه ومنه ومنه تقعدش اه اربعة وخمسين مليون زيدوا تنحيه من تهمها مئة مليون وكان مش نحيه عاشر ألف متع الاشتراكات نحكيه على الف وسبعة سبعتاش نال في العشرين ألف تطيح في الـ 340 كيف كيف تنحي الـ 40 مليون متع الكريستاد وكذا وكذا بش تطيح لـ 300 مليون تنحي منهم مئة مليون يقعدون لها مئتين مليون متين مليون متع الزوز تلاثة شهير يرى متع ملعبية يرى ثلاثة جوالات يخلصوا بهم ثلاثة جوالات ويقعدوا كالعادة مسالين بالك دخلوا أربعين أربعة أو خمسة مليارات مدخيل الدربي لذا الهناء اللي يرى فيه كمال بن المحامي كمال بن خليل وزيد الناطق الرسمي اليوم راكم ليست إضافة اليقاعة دراءة فيه إنكم كانت تحبوا بالرسمي تدفعوا على النادي الأفريقي بروا يجيبوا استثمارات بروا يحكيوا مع ناس بش يدفعوا يخويا ويخلصوا ديون هذا لو كانت تحبوا تدفعوا على النادي الأفريقي لما أنت تجيني تقولي هي يا أخويا الثلاثة نقاط وأخذتهم التارس جرياضي والمئة وخمسة وملايين أخطايا أخذتهم من نادي الأفريقي وانت تلكلك وتلبل بلواه شنو الإضافة الي بش تقدمها يعني اللي قاعد الرفيق تسكنوا في الجماهير بش يقول كا والله عادنا شكون يدفعوا علينا وانبعد ترجل يادي فيز بتلاثة نقاط تخولوا بش يكون موجود في المرتبة الأولى والنادي الأفريقي نهازموا حاليا متواجد في المرتبة الأخيرة بسبعة نقاط اللي بعده شنوه أعطيني اللي بعد المقابلة هذي شنوه وهكي قاعد كل يوم وتي تحكي في نفس الموضوع وانبعد تعرف مبعد شنوه انبعد انو نادي الأفريقي كل يوم تزيد تسمع بواحد يشكي به كل يوم تسمع بملاعبي طاعد يشكي بينما انبعد الترجل يادي تونسي اليوم آخر الأخبار تقول ونحكيه على الصحف العالمية تقول انو الانديا اللي بش تشارك في كاس العالم للانديا الفريق اللي بش يفوز باللقب بش يتحصل على مبلغ قيمته 100 مليون دولار نحكيه على 300 تقريب 300 مليار 320 مليار والفريق اللي بش يشارك بش يتحصل على مبلغ قيمته 50 مليون دولار نحكيه على 160 مليار توانسا يعني الترجل يادي تونسي بش يفوز ب160 او بش يتحصل على مبلغ قيمته 160 مليار يعني راي ثمان نقطة في غاية الاهمية تنحات مسؤولي النجم الرياضي الساحلي وتحط مكانهم مسؤولي النادي الافريقي فيش في اللونجروناج اللي ساير بينهم وبين مسؤولي الترجل يادي التونسي لاني حاجة بيه يتعجبني شخصيا ما نحب شكل دربي البارد لكن ثمان نقطة في غاية الاهمية رقول ايزمك تكون ادهو ادوت يجمك تعرف علي شنو قادم لانيا ما نحكيش على الجمهور بطبيعة الجمهور على خاطر كيقولك جمهور النادي الافريقي كيقولك جمهور الفريقي كيقولك احسن جمهور في تونس Pierce ما نجم شنضحك عليه جمهور الترجل يادي كيقولك راني احسن الجمهور في تونس ما نجم مش نضحك عليه pseudo زود افضل جماهير في تونس لهır لكن للأسف بالشديد جمهور الترجلي الرياضي التونسي فريقه قاعد يقدم له في ألقاب بينما جمهور النادي الأفريقي محروم من موسم الموسم ومع هذا متواجد بكثرة في كل مقابلة تقول لي أنت مثال كان جي ونحكيه مثال على نصف نيائي كأس تونس لو التراجي رياضي مشاركة فيه عادي لو تلقى ثمى عشر ألاف ولا اثناش نالف من أحباء جماهير ومثال لعبة في رادس بينما نصف نيائي كأس تونس في ملعب رادس تلقى جمهور النادي الأفريقي مثال تلاثين ألف مش معناه جمهور النادي الأفريقي أكثر من جمهور التراجي الرياضي على خاطر جمهور التراجي الرياضي مل مل من الألقاب معاش حاشوا به الألقاب البوزقليفة ذي البودورو يحب له الخشين يحب الصحيح يحب الرزين يجيك للرزين بينما جمهور النادي الأفريقي مكثر ماء من الخرب حرموه من الألقاب تلقاه موجود في كل مقابلة 12-13 نالف جمهور التراجي الرياضي في كل مقابلة 12-13 نالف تنجمش تقول هذا خير من هذا ولا أنا ما نشح نفوز قاعد بألقاب ومع هذا قاعد متواجد كيفك ولا حتى أكثر منك حتى حتى جمهور الترجل ياضي مل من الألقاب هذي يا أخوي ومش مشكلته مشكلته بقية الأندية اللي ما تنجمشت نفسه وزيد على هذا يا صاحبي كان أنت كل عشرة سنين فريق يفوز بالأقب مع الترجل ياضي بعد المية وستين مليار يعني ما عاش نحكيه على كل جيل ما كل جيل لعشرة سنين انا كاكة جيل نعرفه وكل مية تسنين شنوه ساحبي يعني نحكيه بش نوليورا ونحكيه على كل مية تسنين فريق مش يفوز مع الترجل ياضي يعني النور مال مو بعد المية وستين مليارة بشتخوها تأدارة الترجل ياضي والملاعبية اللي بش تنتدبهم واللي بش نحكيه عليهم على كل اللي يكريمها من القارة الأفريقية القارة الصامراء من أدغال أفريقيا من بريزيل من جونتين من كذا من كذا شكون الفريق اللي مزال يقف قدامهم وزيد على هذا بقية الأندية كلها تبقبق وكلها تشكي لذا يا كاميل بن غليل راهوا هالحربوشة هذي الرافاها حربوش شخصيا ما نيش الرافاها لك تعرف تحكيه ما شاء الله عليك لكن وقتاش الكلامة ذاية متاعك يكون عنده فايدة كبيرة وقت اللي يكون النادي الأفريقي راكز لما هو فريق فارغ وانتي تدافع على فريق فارغ وانبعد ما لاش نعمله براس الله جماعيتك ساحبي انتي مكفي موقع الحدث يحرك باللي تنجم تحرك ما تقوليش انا قاعد نعاون فيها بالطريقة هذي مكش قاعد تعاون فيها قاعد تسكن في الجماعين بتاحها زعمة زعمة ثم شكون اللي قاعد يدفع على النادي الأفريقي وعدنا شكون اللي يتكلم ومش كان هما عندهم اللي يتكلموا حتى احنا عدنا شكون اللي يتكلم فرق باللي يعرف يتكلم ويبدأ مليان كلمته مسموعة كيف اللي واحد يبدأ صاحبي في يجيبو وفي الكونت متاعه في البانكة مليارات واخت اللي يتكلم حتى ما يعرفش يتكلم من الناس الكل تسمع تبلع تسكر في فاموس ويتكلم والاخر مسكين قاري سبعة سنين بعد الباكو ويعلم به ربي لتدبر لخدمة لحتى شيء ويعرف يتكلم وبلاغة ودني يتكلم تيمي سموها تيبي؟ تيبي ديبي عبارة كاكة رو بالضبط كامل بالخليل نفس الكلام اللي يتكلم فيه لو كان جاء النادي الافريقي مليان ركو تشوف ساحبي رو اللي عبدت كل تتصنت وتسمع ما انتي خوية تود تحكي هكاكة فيه مع فريق فارغ راهو من الاخر يتسمى اكلام متاع حرابش بيش تحاول تتسكت بيها الجماهير اللي بديت تشلق بالمواضيع هلا نحيو منركزوش مع الترجي الرياضي او جماهير النادي الافريقي لم تركزوش مع الترجي الرياضي لانه كما ركزت معها النجمة الرياضي الساحلي طلعت خاسره صاحبي انتي اليوم تجيني قبل المقابلة تلبلب وكذاو احنا ومش نعملو كذاو كنعود وكذاو كنعود وكذاو كنعود وكذاو ما نحكيش على الجماهير نحكي على المسئولين ونحكي على الإدارة يوم بعد تخسر شتهم الدنكس راسك وزيت عود حب تتفرع لزيت تخسر الدنكس راسك الموسم الفارت اللي طوال خاصر ثلاثة مقابلات ومتعادل في مقابلة نايفش نزال ونجم ويحكيوا معهم معاش نجم ويحكيوا معهم لذا اخوي اركزوا مع الموضوع متاع النادي الافريقي ومشاكل النادي الافريقي مقابل ديربي راي مقابلة تلعبت ومشيت على روحها اخسرها النادي الافريقي اللي هي اول مقابلة ولي هي اخر مقابلة حلقتنا اليوم وفيت في ختم الحلقة كالعادة الباياري متبقى كبش يقولكم تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام